السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي. وحشتوني. وحشتين جدا. طبعا الفترة فاتت كلنا سمعنا ان ادار اتنات الزمالك فكرت ان هي تراح تتعاقد معها. طبعا الكلام ده طلع حقيقة. فطبعا قبل ما ابتدي الكلام في الفيديو او ان انا اتكلم في الموضوع ده. يا ريت قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش بس اتجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معي في الكلام اللي انا هقوله لان الكلام ده هيبقى تقيل شوية. وبنها هي تانية قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ودلوقتي قدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. ويريت يا جماعة قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش انه كنتوا اللايك والشير. اللايك والشير. تطلع منكم جدعانة. ماشي? يلا. في واحد صحفي في السعودية تلع سأل بما ان النادي الاهلي داخل في كاس عالم اندية في النسخة الجديدة الفين خمسة وعشرين فطبعا آآ شاف بيت سمو سيماني فبيسأله انت ايه رأيك في آآ النادي الاهلي هشارك في كاس عالم اندية. للمعلومة. بيت سمو سيماني هو الغائب الحاضر في البطولة دي. دي حقيقة. لانه هو اللي خلانا ناخد دوري ابطال افريقيا على حساب في الفين واحد وعشرين. تمام? تمام. فهو بالنسبة للبطولة بتاعة كاس العالم هو الغائب الحاضر. زي في كاس عالم اللي فات ده برضو. هو الوصيف. الغائب الحاضر. في كاس عالم اندية. فالصحفي بيسأله ايه رأيك في ان النادي الاهلي وصل للنسخة الجديدة في كاس عالم اندية. بما انك انت اللي جبت البطولة دي للنادي الاهلي. فراح جاي قيل رد عليهم قالوا انا سعيد جدا بتأهل الاهلي الى كاس العالم للاندية مرة اخرى. فالاهلي اصبح من الاساسيات في كاس العالم للاندية. ومن ناحية تانية طبعا الصحفي طبعا مش هيسكت مش هيسأل السؤال ده وخلاص. بيسألوا بيقولوا ايه هل ستذهب للزمالك بعد ان تفاوضوا معك. فرد عليهم بتسمو سيماني فراح جاي ردد عليهم قال لهم ايه? بالفعل تفاوضوا معي وطلبوا مني ان يدفعوا لي مبلغ كبير في الموسم. ولكن انا رفضت كل هذا فانا اهلاوي وبحب النادي الاهلي وتشرفت بتدريب النادي الاهلي. وحققت معا انجازات اتحسبت باسمي بسبب تدريبي الاكبر نادي في القرى. من ضمن الانجازات منهم اتنين دوري ابطال افريقيا وحصلنا على مركز السالس في كأس العالم للاندية في نسختين في نسختين. فالاهلي هو من صنع تاريخي وانا لن انسى ابدا ان اللحظات السعيدة اللي عشتها في الاهلي وانا واصق انني هرجع يعني ان هو هيرجع تاني لنادي الاهلي. ان هو هيرجع يعني مرة تانية للنادي الاهلي. لانني ما زلت اشعر انني معشوق من جانب جماهير الاهلي من المستحيل ان اذهب الى نادي الزمالك لانه كله مشاكل وهم دائما لا يوفون بوعدهم دائما يخضرون بمدربينهم ونشاهد ماذا حدث في الزمالك حاليا والتخبط الاداري والفني للفريق. فمن المستحيل انا اضرب الزمالك. واتمنى تدريب النادي الاهلي في نسخة كأس العالم للاندية التي ستنظم بشكلها الجديد. بيت سمسيماني من المدربين الاسكية جدا اللي عمرهم هيخضوا حاجة زي كده او ان هما هيخضوا طعم زي كده من نادي الزمالك. معلش? انت بتتكلم برضو ان بيت سمسيماني جي النادي الاهلي حقق معي بطولات تقريبا غايبة عنك بقى لها كرون. هو جابها في سنتين بالزبط. جابها في سنتين وكان على موعد ان هو كان احقق المرة التالتة عالتواري بس لولا اللعب اللي حصل من تحت الترابيزة من الاتحاد الافريكي. بقيادة فوزي لكشع. فعادي نسخة وراحت. فانت بتتكلم برضو ان احنا بسبب النسخة بتاعت ان احنا طلعنا فيها الوصيف. والوديد خد البطولة احنا شاركنا في كاس عالم اندية. برضو بمساعدة مين بيت سمسيماني ان هو وصلنا النهائي. تمام? وبالتالي عشان حصل على دور ابطال الافريكي الفين واحد وعشرين فهيشارك في البطولة الجاية. اللي هي النسخة الجديدة من كاس عالم اندية. اللي هي في الفين خمسة وعشرين. انت متخيل? ده كمان ان بيت سمسيماني كان هو السبب ان خلى فيه مدربين كتير جوا نادي الزمالك ان هي تمشي. اولهم كان باتشيكو في القضية ممكن تانيهم في الخمسة ثلاثة. فانت بتتكلم في مدير فني عارف ادارة نادي الزمالك ماشية ازاي? فعمره ما هيفكر ان هو يروح في ادارة فيها تخبط اداري وفني اساسا يعني يعني كل حاجة في جوه نادي الزمالك في الادارة ماشية بقى شوية. دي حقيقة. دي حقيقة وانت لازم تكون معترف بيها. لانها هي مش ماشية كمؤسسة رياضية. زي نادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي بسيستم. النادي الزمالك ماشي باشوية. وكلنا عارفينها. وكلنا عارفين ماشي ازاي. فمش عايزين نتكلم في الموضوع ده. فالمدير الفني لما بيجي يفكر ان هو يجي يدرب يدرب نادي يكون شعبيته جمهريته ادارته اسلوبه كزا حاجة. كزا حاجة فعلا. انا مش بقول كده ان انا بقلم لنادي الزمالك. لا ده الواقع اللي نادي الزمالك عايش فيه. وبعدين من ضمن الحاجات مش كان بيتسو موسماني ده كان هو بتاع السحر. اللي هو الساحر اللي كان جاي مصر وكان بحقق آآ بطولات. مش هو ده الساحر دلوقتي خلاص نفسوكم ان انتم تروحوا تتعاقدوا معا. يعني خلاص سبتوا الدنيا كلها وما لقتوش غير بيتسو موسماني. مش هو ده اللي كان الساحر واللي هو اللي كان بيعمل اعمال وفاكرين ولا مش فاكرين. فطبعا بيتسو موسماني عمره ما هينسى ان النادي الاهلي هو اللي سنع اسمه. هو دلوقتي بيدرب نادي اهل جدة اللي احنا كنا عارفينه من زمان. اهل جدة اللي كان بس هو ايه في الفترات الاخيرة نزل درجة تانية. فطبعا هو موجود دلوقتي عشان يرجعوا تاني درجة. او الدور الممتاز في السعودية. فقريبا هو حقق بنسبة خمسة وتسعين في المية ان هو يسعد باهلي جدة في الدور الممتاز. فطبعا مش هيسيب اللوكشة اللي هو مستنيها عشان كانوا في العقد بتاعه ان هو لو لو وصل دوري ممتاز هياخد عشرة مليون دولار. اه اي نعم ياخد ستين الف في الشهر ستين الف دولار في الشهر. بس لما يحقق البطولة او ان هو يوصل لدوري الممتاز فهو هياخد عشرة مليون دولار. فعمره ما هيفكر ان هو يسيب نادي اهل جدة في الوقت الحالي. ده اخر الكلام من ناحية بيت سمو سماني. طبعا بعد الكلام اللي انا قلته ده كله طبعا انت نسيت تعمل لايك والشير. انت متخيل شفت انت زعلتني ازاي? يعني انا فضلت اعمل ده كل واكلم في الكلام ده كل وان انا اجيب الاخبار دي كلها وفي الاخر انت تنساني في لايك والشير. طب ده كلام. دلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش لو عجبك الفيديو تقول لي رأيك في الكومنتات. ولو انت بتتبعني عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الجديد بتاعي ورأيت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت متبعنا من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الجديد بتاعي ورأيت انك انت ما تنساش تعمل للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهير المصرية. ودلوقتي قادر اقول لك سلام.